الغيرة عبارة عن أفكار ومشاعر وأحاسيس يشعر فيها الإنسان الغيرة طبع موجودة عند معظم الكائنات الحية مو بس عند الإنسان ولكن التعامل مع هذه الغيرة هي اللي يتفرق بين الإنسان الطبيعي والإنسان الغير الطبيعي الغيرة السلبية إذا الواحد رأى إيجابيات أو نعم موجودة عند الأشخاص الآخرين ويتضايق إنها موجودة عندهم ويتمنى زوالها وهذه تصير مثلها مثل الحسد وتعود بالسلب على أفكار ومشاعر الشخص وإنتاجيته وحياته ويتضايق لا خلي بدل ما يكون عندنا غيرة سلبية يكون عندنا غيرة إيجابية اللي هي الغيرة الإيجابية عبارة عن التنافس والتنافس الحميد فمثلا إذا الواحد شاف أخوه أفضل منه في الصلاة وفي الخشوع وفي المثابرة والإجتادة الصلاة أحاول أني أصير مثله أصير مثله في الصلاة وأحرص على هذا الشيء وعلى قراءة القرآن وغيره واحد ثاني يشوف أختي أفضل منه في الدراسة أو أفضل منه في العمل والإنتاجية يحاول يقتدي فيها ويحاول يصير مثله وأفضل فهذه هنا حيكون فيه تنافس حميد حيطور الإنسان نفسه وهي تنافس مع الآخرين بما يعود عليه بالنفع والفائدة وعلى المجتمع وأيضا بعض العلماء يرون بأن الشخص اللي ما في غيرة أبدا أو المنعد من غيرة تماما برضو هذا شيء سلبي فمثلا اللي ما عنده غيرة مرة على محارمة أو على دينة أو على وطنة هذا أيضا شيء سلبي فلابد أن نحن نكون معتدليين ونستخدم الغيرة بالشكل المناسب وإحنا نسيطر عليها موه اللي تسيطر علينا